تخيل معايا انك تساعد مجموعة من الشباب مجموعة من الناس مجموعة من مستخدمي الكمبيوتر او حتى الانترنت بشكل عام انهم يقدروا يحموا نفسهم ويحموا كلمات المرور ويحموا الحسابات الخاصة بيهم يعني انت بتقدم ليهم مساعدة مجانية بالمناسبة وفي زمن احنا في تعطش لي المساعدة دي احنا عايزين حد فعلا يدل للشباب دي على ازاي يقدروا يحموا نفسهم ويحموا الحسابات الخاصة بيهم من السرقة او الاختراك بمجرد مساعدتك ليهم بشكل مجاني انت بتاخد اما اتنين دولار اما خمسة دولار اما اربعة دولار على حسب الحاجة اللي انت هتساعدهم بها خلاصة الاول انا جاي كلمك النهاردة على عروض عروض احالة هتقدر تكسب فيها من عرض خمسة دولار ومن عرض اتنين دولار ومن عرض اربعة دولار وفي عروض تانية ممكن توصل فيها لمتين دولار على حسب النزام اللي انت هتشتغل به زي ما احنا كنا متعودين نشرح ريفرال زمان ووقفنا رجعنا مرة تاني بعروض ريفرال وعروض حالة مميزة تنفع لكافة الناس وكافة الفئات وتنفع كالصيد هاصل يعني طريقة جانبية تقدر تجيب منها ارباح وممكن تعتمد الطريقة دي كطريقة اساسية انت شغلانتك ان انت مصوق بتساعد الشباب انهم يوصلوا للامان على الانترنت باستخدام تطبيقات على الموبايل او برامج او حتى على المتصفح وبمورد استخدام او التطبيقات او البرامج دي انت بتاخد نسبة معينة من غير ما هم يدفعوا ولا سنت واحد ولكن انت بتاخد نسبة جراء ان انت بتعرفهم على الموقع او المنصة او اي ان كان اللي هما هيشتغلوا عليه نبدأ على بركة اللي انا اتمنى من كل قلبنا الدعم يا شباب انا عايز فعلا ان اشوف الدعم ده قدام مني عشان اعرف انت مهتمين بالمواضيع دي ولا مش مهتمين فاللايك بتاعك الكومنت اللي انت بتكتبه اللي انت ممكن تكون مستهوا بيه بتقولي عمل كومنت هيعمل ايه عمل لايك هيعمل ايه لا هيعمل كتير فانت سيب رأيك تحت في الكومنتات واعملوا لايك للفيديو واشترك في القناة ده على بركة الله يلا بينا المقدمة ممكن ما تكونش مترتبة شوية معلش عايز اخلص تعبال من التصوير بصور كله في يوم واحد فنبدأ على طول على الشرح العامل هنتكلم النهاردة على عروض خاصة ببرامج ادارة الكلمات المرور ادارة تمام دي بتبقى برامج على جهاز الكمبيوتر تطبيقات على الموبايل كمان موجودة على المتصفح فمن مجرد من ان انت بتجيب مثلا حد محمد ريان على سبيل المثال خلاص عايز يحمي كلمات المرور بتاعته فانا بدل ما ادور على سبيل المثال لقيتك انت لقيتك انت في وشي قلت لي خلت بالك يا ريان انت البصورد بتاعتك ممكن تتسرق عن طريق واحد اتنين تلاتة وممكن ان انت تحميها عن طريق استخدام برنامج معين او تطبيق معين او اه يعني على متصفح معين اه كتير جدا من التقنيين شغالين عليها وفعلا بتساعد في ادارة كلمات المرور وتوليد كلمات المرور جديدة ومحمية وسهلة وبسيطة وهضيف لنفسك يعني امان زيادة على الامان اللي انت ممكن تكون مطبقه خد اشتغل على الموقع ده او التطبيق ده او البلاتفورم دي مجرد انا مريان ما هسجل مجرد بس ما هسجل بالمناسبة انت بتاخد اما اتنين دولار اما اربعة دولار اما خمسة دولار وممكن توصل لمتين دولار حسب العرض اللي هتشتغل عليه فتعال كده نتخدهم واحد واحد انا هوريك امثلة وهقول لك تدور على بدائل ازاي تمام اول حاجة معنا مثلا اللي هي موقع اسمه يعني ده كده تطبيق ده كده اه يعني حاجة للمتصفح بلوجن وكمان تطبيق او موقع او برنامج له الجهاز الكمبيوتر نفسه خلاص عندك اتنين دولار مجرد بس ما بتسجل بتاخد اتنين دولار وكمان عندك خمسة وعشرين في المية لو الشخص نفسه اشترى عضوية مدفوعة في البرنامج او ده فانت بتاخد اتنين دولار بمجرد ايه مجرد التسجيل مجرد خلاص لازم ان يكمل شغال معاك ايه بي تو بي وبي تو سي يعني للبزنس يعني افراد كمحمد الريان وشركات على سبيل المثال خلاص فانت بتسوق لكله ده كده عرض من العروض وده كده موقع من المواقع هوريك النظام بتاع عمل ازاي عندنا موقع تاني اسمه خلاص ده بيديك كده برامج او برامج حماية مش بس حماية كلمات المرورة لكن برامج حماية مختلفة طب تعال ان بص كده بيدي خمسة دولار للليد اللي اللي هي تسجيل في الموقع وتحميل وتثبيت التطبيق والعمل عليه بتبقى كم خمسة دولار تمام والبروشيز بتاعتك لو حد اشترى بتاخد انت حوالي تقريبا اربعة واربعين دولار تمام ده كده موقع اسمه ايه كيبر طب ده شغال فين هريان ده شغال على موقع احنا عارفينه تمام او مش اناسف لا ده تمام وده كده شغال على موقع اسمه راكوتين ده احنا كنا شرحناه في القناة مؤخرا هتيب لك لينك الفيديو موجود تحت الفيديو ده هتسجل في الموقع ده ازاي تتعامل معه ازاي بتعمل حساب جوه الموقع وتتقبل فيه ازاي هتلاقي الفيديو بتاع موجود في وصف الفيديو فهذا العرض بتاعنا اسمه تمام عندك هنا خمسة دولار كلمة هنا دي طبعا حاجات كيب اتكلم عنها ان شاء الله في حلقة تانية ولكن انت اللي يهمك هنا كلمة تمام فليد دي معناتها ان لما حد يسجل او يعمل معين او يعمل معين خلاص عن طري اللينك بتاعك بتاخد انت كان خمسة دولار تعال نبصها كده على موقع اسمه شرحته في القناة مؤخرا وهسيب لك اللينك بتاعه موجود في وصف الفيديو عندك عرض اللي هو العرض ده تمام موجود عندك هنا بقد ايه تقريبا حوالي اتنين دولار للليد اتنين دولار للليد خلاص والسيلز خمسة وعشرين في المية تمام تحت منه شوية اسمه داشلان داشلان ده برضو يعني عرض مشهور لتطبيق مشهور لموقع مشهور بيديك قد ايه من واحد لتلاتة دولار برضو لعملية الليد يعني ايه الليد يا ريان يعني تحميل التطبيق والتسجيل وبدء العمل عليه خلاص تحميل تسجيل بدء العمل من غير مئة تاعة ولا سنت واحد طب لو دفع يا ريان باخد انا نسبة خمسة وعشرين في المية انت ايه انت كسبان من كل الجواب انت بتساعد الشباب انهم يحموا نفسهم بمجرد ما بيحملوا ويحموا نفسهم هم بتاخد ايه نسبة محترمة خلاص عندك هنا حوالي فيها تلاتين دولار يعني هنا متحددة لو حد اشترى عضوية من خلالك بتاخد انت تلاتين دولار متحددة وسابت عندك نفس الكلام حوالي عشرين في المية ده برضو حاجة خاصة بإدارة الكلمات المرور ولكن دي برضو حوالي تلاتين في المية ده كده برضو بكام يا باشا باتنين دولار لليد الواحدة وخمسة وعشرين في المية للسال تمام عندك حاجات تانية اي في وتورتل ومشعار فيه الكلام ده كله دي كلها كده عروض بالمناسبة خلاص وعندك تعرضين ده مشهور جدا جدا بالمناسبة ولكن تقريبا شغال بالنظام النسبة يعني النظام مفيش في الحاجة ولكن عندك من خمسة وعشرين في المية للخمسين في المية تمام فدي برضو حاجة كويسة جدا جدا وده عرض مشهور انا حاولت ألملك كل المواقع وكل التطبيقات ومشهورة من المواقع اللي احنا شرحناها مواقع 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 ومواقع تمام انت بقى عز تدور خش عجوه لكتب ويبدأ اعمل بحس هتلاقي كتير كتير جدا جدا حاجات ممكن انا ما كونش شرحتها في الفيديو ده هتلاقي موجودة قدام منك هنا خلاص نيجي بقى لهم حاجة تسويق عندك اكثر من طريقة للتسويق طبعا كل الكلام اللي فات ده ممكن للبعض منكم يكون سهل يعني انا ممكن اطفق على اي منصة وادور على اي عروض واكتهد واوصل وممكن يكون صعب الفئة تانية فمش كل حاجة بتتقال هي سهلة وصعبة لأ ده كده وكده على حسب المتلقي نفسه تمام فما نقللش من المعلومة بعد ازنوكم خلاص انا بقى عايز اسوا لان دي اهم حاجة انا فعلا ausge اعمل ايه طبعا اما ان انت تعمل فيديو على يوتيوب تعالا بستواريك مثال دي فيديو هات بتتكلم على ايه على في فيديو هات جاي بقى سبعين الف تتين الف ا clinical. اربعة تلاف الفين ا1000 متلخصة سبعة وفمسين الف امتين الف اتنين فاصل اربعة الف كتير كتير جدا 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 هتلاقي فيديو هات محترمة جدا جدا بتتكلم على ايه على الموضوع ده وجايبها لمشاهدات محترمة جدا جدا. خلاص? عندك على العرب بقى. خلاص? مع العرب شغال معنا. تيتا تيتين واحد فاصل تلاتة ستمية تيتا فاصل دسعة خمستاشرة تلاقي كتير جدا جدا. فانت بايدك تعمل فيديو وتلاقي نفسك بتربح بشكل مستمر. ليه بقى? لان كده يعني ده فيديو. الفيديو ده ممكن لما يتصدر في جوجل هيبدأ بشكل يعني مستمر كده لما الناس تدخل عليه وتحمل وتشتغل نفسك بتدخل ايه? زيارات محترمة. بتدخل ايه? ارباح محترمة مشاهدية. ممكن تدخل على الفيسبوك. وتبدأ تكتب بوست طويلة عريض وتشرح للناس اهمية ان يكون عندك برنامج مختص بالباسورد مانجر. اهمية ان يكون عندك برنامج يحفظ ويولد ليك كلمات مرور كوية. فانت هتدخل على الفيسبوك اما على الجربات. الجربات دي مفتوحة مغلقة مش عارف ايه? تمام? هتسجل فيها وهتبدأ تبدأ تنشر المقالات دي حالهم تخلوا المقالات ايه? يعني مش غراضها ربحية. خلاص لأ انت بتنشر معلومة. انت بتفيد الناس. بل انت هتقدمه للناس يكون فيه افادة. مقالة كده محترمة بتتكلم على برنامج معينة تشتغل عليه. اما ان انت تشتغل مسلا على سبيل المثال على 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 وتشتغل على تشتغل على تشتغل على فانت بتشرح للناس عرض من العروض دي. خلاص عرض او برنامج او موقع من البرامج دي. مش كله. بتتكلمش على كله. لا اختار واحد بس. وابدأ اشرحه وتكلم عليه. ونزل المقالات دي اما عندك عما عند الشباب. عند ناس كبيرة مشهورة. كلم انت الانفلوينسرز كده. وفهمهم اهمية ان يكون عندهم برنامج زي ده. وقل له خد المقالة دي نزلها عندك عادي. لو هتدفع له مش مش مشكلة. لو هنزلها مبابل والدعم برضو مش مش مشكلة انت شغال. فعندك اكتر من طريقة ان انت تنشر الكلام ده. انت حتى بين صحابك. يعني انت عندك اصحاب كتير. بين صحابك ودائرة معارفك انت لو عرفت الناس اهمية ان يكون عندك برنامج زي ده. تطبيق على الموبايل زي ده. انت بتفيدهم. وهم هيستفادوا لما يحملوا. يعني انت هتستفادوا هم هيستفادوا. فلاص? فحتى دائرة المعارف اللي حوالي منك ممكن برضو تستغلوهم في الموضوع ده ما انا عايز اقول لك ايه? انه خمسة بعشرة دولار. وخمسة بخمسة وعشرين دولار. فلاص? وخمسة بعشرين دولار. طب ايه الكلام ده? ده معدل يعني دي كده الاسعار اللي انت هتاخدها لما تجيب خمسة مشتركين بس. فانت ممكن تخليه الصيد هاصل مجال جانبي للربح من الانترنت. وممكن تستغلو شغل اساسي ان انت شغال بس بتسوى للعروض دي. طبعا في عروض تانية كتير موجودة عندنا في القناة. موجودة في نريان في البلاي لست من هنا. في بلاي لست اسمها الربح من الاحالة او اا الريفررر تمام? فين بقى الريفررر الا ريان هنا. عشان بس ايه توصلوا لها. مباشرة لو انا نسيت احط اللينك موجود بتاعها في الوصف. ادي ادي تسعة وتلاتين فيديو موجودين فين في الربح من الرفررر او تقريبا اربعين فيديو. خلاص. فادي عندك كامل اسمها الربح من الرفررر فيها كل عروض الاحالة لليشتراقناها قبل كده واتكرنا عنها قبل كده بالمواقع اللي هي زي موقع مسلا مواقع تاني كتري جدا جدا بنعتمد على في شغلنا في الافليات كان معكم محمد ريان اي سؤال اي استفسار اي حاجة مش واضحة تحت في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة